انا في حاجة شغلاني انت كنت ماشي بشكل حلوة قوي مع النادي الاهلي والناس بتتكلم على منتخبه والناس بتتكلم على احترافه بتتكلم على مدافع جامد جدا وقو جدا وتلعب زغير ايسر ماشي انا فاكر مبارات ماتش اهلو زمالك على مصطفى فتح كمان مصطفى فتح العيبي دايق اي مدافع يعني الماتش ده كسبوا اتنين سفر الاهلي كسبنا وكان زمالك اخد الدوري السنة دي انا كازي يتعدله بس معنا الماتش ده انا فاكر الماتش ده اللي كان لقطة بتاعة رمضان الصبح دي الشميلة اللي كان كان وقف على الكورة وعملينها ازمة ومشكلة في الكورة كلها في مصر يعني اه ايه اللي حصل يعني ليه المشوار ده تعطل بص هحكيلك من البداية انا بدايتي في النادي الاهلي ودخولي النادي الاهلي كان سايق جدا لان انا طلعت قبل ما روحي النادي الاهلي عملت انتربيو كده وبلعه في بيتروجيت وباللعب الاهلي فاقصرنا والحاكم زلنا فاقلت الاهلي كسبنا بالحاكم الماتش ده ومش في دماغي خالص نروح الاهلي واتكلمت ان الاهلي والزماني بيتساوي بالحكام في اوقات كتير الحاكم طبعا بيساعد القوي مش بيساعد الضعيف فاقلت الاهلي بكسب بالحكام فدي فضلت معي لحد بحتى ما روحت الاهلي وبجرنا مدرب جريده فكان كل شوية لما نقصر ماتش يوم جايب كابتن واي الجمعة يقول له هات شريف ايه يا شريف لسا شايف الاهلي بكسب بالحكام فبقيت حاجة معي اللي هو خلاص بقى يعني اللي بتاعتي خلاص ودخلت دخول مع الجمهير ما كانش حصل حاجة الناس ما كانتش مرحبة اللعيبة كابتن ابوتريكا وكابتن بركات وكابتن ساد معاوض ناس كلها كتابت لي والنلاعيب كويس قوي جاند الاهلي ومش عارف ايه الجمهير ما كانتش يعني هما حاسبيني مثلا نزم الكاوي دخلت دخلة اول غلطة لك هما الناس مش مستحملينك اصلا زائد ان احنا كلنا كن لعيبة كويسة بس في الوقت الغلط حمدي زاكي، محمد رزق، اسلام روشدي، بسمعالي، محمد فاروق، محمد الشيخ كلهم لعيبة كويسة بس ما نتجمعش في التوقيت ده غير ان الكرب كان مع الاهلي وقع كابتن حمد يوسف لو انت فاكر كابتن والجمعة ببطل اخر فترة دي 2015 فكان الاهلي وحش قوي فهي انا كان حضوي مكانش بس في الاخر لعبت في الاهلي انا بحبش عمات انا علق شماعات ان انا فشلت او ما فشلتش انا في الاخر لعبت في الاهلي في الاخر روحت الحلمي حتى الناس لو طعدتوا ها smackو Nathan في ناس مقتنع لعيبة كويسة equals ناس مقتنع لعيبة واحش قوي بس في الاخر أنا ريت اللي انا عايزة له جد للاحاجة اللي كنت ام أحلم به تغلب لما فات الوقت ولعبت بقى كمان في النادي لااهلي اه طبعا وهلعب لك دور جريده دلوقتي هل تشوفت ان الاهلي والزمالك بيكسوا بالحكام؟ الاهلي والزمالك بتجاملوا طبعا فوق كتير تجاملوا؟ طبعا ليه طبيعي؟ لان زي ريال مدريد و برشلونة لو فيه حكم هيجامل مين؟ هيجامل فالنسيا؟ وليه لازم الحكم يجامل؟ عشان الجماهير ضغط ما هو في الاخر الحكم هسألك بوضوح انتلوقتي بتلعب في مباراة مع النادي الاهلي تمام وانت بتلعب مع الاهلي والاهلي كيسي مباراة دي حسيت ان الحكم جاملكم؟ وانا بلعب في الاهلي؟ اه اه وانا بلعب في الاهلي لأ طيب ما راجبت ايه بقى جبتها من ايه بقى؟ جبتها من قبل كده لما لعبت ضد الاهلي حلو وانا بلعب ضد النادي الاهلي او بلعب ضد نادي الزمالك حيس ان انا خسرت بسبب ما نحكلك ليه؟ تفضل علشان الحكام مكنش فيه جماهير الفترة فالحكم بقى عنده الأرياحية أنا ممكن يجي على الأهل لكن لما فيه جماهير ما يقدرش يجي على الأهل طبيعي وليه يجي على الأهل أو ما يجيش عليه أنا أقصد أنه طبعا سألك سأل بصيرة تانية هو الحكم ده مش بينزل المباراة عايز مصلحته هو أولا يعني مصلحت أنا إيه أنه نطلع بشكل كويس ما يبانش لأنا جميلة أي حد عشان ما ناجح إيه اللي يخلي الحكم يجي أنا ليه بطول في الحتة دي إنه ده بقى متلصخ في دماغ الناس إنه الحكم بيجامل أهلي وزمالك وإنت بتقول لي وإنك وإنت بتلعب مع الأهلي ما شفتش أبدا مجاملة لأ ما شفتش طيب ما شفتش مع عشان كده كان كل ما يحصل حاجة على الأهلي بالعكس بقى ده إحنا تزرمنا الفترة دي كمان فكان جارده يقول لي انت يرى ياك لس شايف إن الحكم بتجامل أنا ما قلتش كده أنا واحد بلعب ضد الأهلي عايز أكسب الأهلي صح أنا هاخد فلوس لما أكسب الأهلي الناس اللي بتشجع كرة ممكن بقوش فهميني الكواليس دي وإنا بلعب دلوقتي إنت في برنامج بتاعك لو في برنامج مش هقولك أحسن ولا يا حاجة إنت عايز حتى لو إنت أقل يعني مثلا طبيعي كل واحد عايز أجمد منه عايز أكسبه حتى لو إنت مثلا أنا بالنسبالي العيب أجمد مني بكتير عايز أبأحسن منه صح فبلعب الأهلي هكسب هاخد فلوس عايز أكسب الأهلي حسيت أن أنا تظلمت حسيت أن أنا تظلمت من حق أقول عادي وما كانش في فالي أنا هروح الأهلي يعني أنا أعرف أني هروح الأهلي ما كونش هقول كده حاجة ندمت وندمت عليها طبعا ندمت عليها ندمت عليها لأنها خالي بالك عاصة أنا في الآخر أهلاوي أنا أولا الناس ما تعرفوش أنا طول عمري في مدرسة الكورة من الأهلي كنت بابات أنا كنت السرير بقى لها بدورين أنا وحصم غالي في السرير اللي فوق وكل أحمد عبد المنعم وشريف أشرف كنا كتير قوي ومتعب كل دول وإحنا عيال متربين مع بعض في مدرسة الكورة في النادي الأهلي فأنا طول عمري أهلاوي إيه اللي خلينا أقول أن الأهلي أواجه على الأهلي أنا ابن النادي مشوني من الأهلي رجعت تاني الحمد لله فدي حاجة كويس ولا زملكاوي ولا عمري أنا ماضيت في الزماني كابتال حسام وكابتال إبراهيم مكانوا مسكين الزمالي بس كنت بالعب ساعتها ما كانش جالي الأهلي ما كنت قابل وانا بالعب بترول الأسيوت رحت المعرض مع كابتال حسام وكابتال إبراهيم في مصر جيدة ومضيت أن أنا رحي الزمالي ما كانش جالي أهلي لكن لو جالي أهلي طبعا مش رحي الزمالي فلما جالي أهلي رحت الأهلي وجالي بعدها الزمالي لا رحت الأهلي فأنا راجل أهلاوي يعني انت بقى شايفني لعيب كويس لعيب مش كويس دي حاجة هي كرة أصلا حلواتها في كده